اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ مَنْ كَرِهِ عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم نعم الله على العباد كثيرة من أجل هذه النعم نعمة رمضان نعمة الصيام رمضان هو كنز من الكنوز العظيمة ربما لأن الله عز وجل ذكر الصيام أكثر من مرة في القرآن الكريم ولأن شهر رمضان هو عبادة تستمر لمدة شهر كامل نعرف قيمتها الإيمانية ولكن هناك أشياء لو دخلنا في تفاصيلها لرأيتم أن شهر رمضان كنز من الكنوز ومما يؤسف له أن هذا الكنز الذي ندخله ويمر شهر كامل يعني مساعة ولا ساعتين ولا ثلاث هناك أناس يقصرون فيه ولا يغنمون لو الإنسان دخل المكان وقال له أد ما بدك أحمل ومما تشتهي ولكنه لا يعرف القيمة لا يعرف قيمة الموجودات أو يزهد بها هذا هو حال الناس في رمضان أيها الإخوة الكرام رمضان على الأبواب لم يبقى لرمضان إلا أيام تعد على أصابعي اليد ليس أكثر اليوم الجمعة وإن أحيان الله يوم الأربعاء نصلي التراويح بعون الله تعالى أو يوم الثلاثة لا ندري اللهم جعلنا في شهر رمضان من العابدين والذين يتقربون إلى جنابك الكريم سوف ندخل إلى تفاصيل تعرفونها ولكن أذكركم بها وما أنا إلا مذكر فذكر إنما أنت مذكر أيها الإخوة الكرام رمضان إنما هو حصن ووقاية من نار جهنم هذا الذي يصوم ثلاثين يوم حق الصيام هذا يعطى بطاقة يوم العيد أرأيتم لو أن إنسان استشهد في سبيل الله في سبيل وطنه تكرمه الدولة وتعطيه بطاقة اسمها بطاقة شرف هذا إنسان له مكان أينما دخل يعمل معاملة خاصة وهناك له شأن خاص في التعاطي في الأمور المالية حتى إذا دخل أولاده الجامعات لهذا ابن شهيد أنت ابن رمضان الذي يصوم حق الصيام ماذا قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة وقاية وحصن حصين من النار اللهم جرنا من النار نسمع آيات جهنم وإن جهنم كانت مرصادة هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج إلى آخر الآيات بدك يتبعد صم صم حق الصيام والصيام ليس يبعدك عن النار فحسب بل أنه يأخذ بيدك إلى الجنة والشرف أن يكون الناس يدخلون من باب وأهل الصيام يدخلون من باب واحد يسمى باب الريان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون تكريما من يسافر يعرف هذا الكلام الذي سوف أقوله لكم كل الناس على البوابات يتقدم بجواز سفره في فئة يقول لها الدبلوماسيين هذا يأتي من باب خاص له وضع خاص ومن في حكمهم من التشريفات يشعر بالعزة والفخر أن أموره تسير قبل غيره بشراك أيها الصائم صحيح لتغير نظام حياتنا وطعامنا وشرابنا لكن الجائزة كبيرة والله يا أيها الأخوة الكرام بعض الأخوة الكرام ممن أصيبوا بمرض عارض بيقلولوا الأطباء أول وحدة بدك تضل 24 ساعة بلا أكل من أجل تحليل ماذا يقول يقول حاضر لا تأكل ولا تشرب يقول حاضر تجرى له العملية بأمر الله يكون هناك عنده وضع صحي يقول له الطبيب يحضر عليك كذا وكذا 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 يعني صيام نحن الله عز وجل عم يأمرنا أن نمتنع عن الحلال من طعام وشراب ونكاح لمدة مؤقتة ويعطينا كل هذا العطاء بعدت عن النار ودخلت الجنة من باب اسمه الريان أيضا رمضان هو الموسم الكبير الذي به تغسل ذنوب العام عام من الذنوب الآن قبل أن أصعد إليكم بدقائق شبحان الله حاولت إرسال رسالة لأخ ولكن الموبايل عندي من كثرة الرسائل ارتبك يعني ركب لتحد مخزن كل شيء من كثرة الرسائل والفيديوهات والدروس التي أرسلها للناس سألت الأخ الفني اللي هذا بده فرمته بدك تمحي شو بده بده حمام هذا جهاز فما بالك أنت أيها الإنسان الإنسان يخطئ وينسى ويغفل ويعصي يأتي رمضان رعاية صيانة كان أحد الأخوة الذين أعرفهم قبل الأزمة كان السفر متاح من بلد إلى بلد كان يسافر كل سنة وهو على قيد الحياة الآن اللي سافرت لألمانيا قلت له شو عمد تساوي اللي صيانة صيانة لجسده يعني بشيك زلم عمره فوق السبعين سنة يعني صيانة لأعضائه لفقراته لدمه كان السفر متاح طب هذا الجسد بده صيانه والروح ما بده صيانه اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان رمضان إلى رمضان اللي نحن هذا الحمام اللي منساويه في بيوتنا هذا هيك شغلة ماء ينزل هذا محمد لو ذهبت يوم في السنة إلى حمام السوق الذي فيه ماء ساخن والصابون العربي المعروف وأتيت بالكياس الذي يدلك جسمك ماذا سيخرج منه سوف يخرج منا ما كان يخرج منا كل أسبوع ولكن هنا كل أسبوع أيام كنا صغارا مع الأمهات لما كانوا يفركون بوسائل التنظيف يعد واحد الحمام يطلع مثل الشواندر هل هذا محمام هذا ماء ينزل على الجسد بيطلع منه بسنة ما كان يخرج منك في أسبوع أيام زمان لذلك الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتربت الكبائر ما تكون فيه كبيرة اللهم إن نعوذ بك من ذنوب الكبائر حتى الكبائر أيها الأخوة الكرام إن كانت يعني فيه غفلة للإنسان ولم يقصد أن يعصي الله ويتحدى الله عز وجل ومن يغفر الذنوب إلى الله الله عز وجل غفور رحيم هكذا نادانا في كتابه نبع عبادي أني أنا الغفور رحيم وفجراتك وذنوبك ومعاصيك سوف يغفرها الله عز وجل في رمضان الله عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات لكن استعد من الآن نية التوبة وهي وظيفة المؤمن في الحياة التوبة عمل قلبي أنه خلص سوف أقلع وأدخل رمضان تائبا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد على المنبر وذكرتها في الأسبوع المنصر قال رغم أنف أو رغم أنف عبد دخل رمضان فلم يغفر له فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين يعني بتصلى رمضان رمضان بتطلع بلى مغفرة هل يقول لك أنه رحت على مكة وطفت سعيت وما شربت زمزم ذهبت إلى البلد الفلاني ولم تذوق من ذاك الطعام فوت رمضان اسمين ما يقشف له رمضان ما بيحسن أربع لي لأنه مقدس رمضان رمضان مقدس عند كل الديانات حتى في كل الديانات حتى في كل الأماكن الرسمية في العالم بتكون أكثر من البيت الأبيض في أمريكا بيساووا عزيمة لرؤساء المراكز الإسلامية بمناسبة رمضان رمضان ما بيحسن يمسوا بقدسيته لكن ماذا يفعلون في رمضان قلت لك ما يخلوا بآداب رمضان يأتونك بأشياء تذهب أنوار رمضان من أعمالك على رمضان يجمعون ألا ترونها في شاشات التلفزة رمضان أين يجمعك على المسلسلات البارحة سألت سؤال في مجلس العلم والآن أسأله لكم لكبار السن يعني اللي عمره خمسين فما فوق يعني يمكن الخمسة وأربعين يعرفوها بصدق أكثر شيء اللي في الزوايا من كان منكم يذكر ما يلي عندما يأتي شهر رمضان المبارك يؤتى بالتلفاز الكبير فيدار تدار شاشته إلى الحائط ويجلل بشيء من الستار من أول رمضان لآخر رمضان من يذكر هذا يرفع يده قلت لكم يعرفون ذلك يعرفون ذلك أنه هذا رمضان للعبادة مع أنه بأيام زمان شو كان في التلفزيون ما في شيء ما في شيء برامج للأطفار برامج أكاديمية برامج يعني مضبوطة تحت رعاية الآن الآن مو يجمعونا على الشاشة اللي هي شاشة 43 و 55 و 75 و 85 جمعونا هنا الآن صارت الشاشة موجودة في كف اليد أينما حللت وأينما ارتحلت حتى صارت شاشات أو صارت شركات الجوال تطرح عليك أن تتابع مسلسلات التلفزة من خلال اشتراك بباقات توفير يعني ممكن تتابع 20-30 مسلسل وياخدوا منك 2000 ليرة جمعية خيرية من أجل تقديم الخير والمعونة لهؤلاء الشباب بشان ما تنقطعوا وينما كنتوا بالطريق فوق تحت فوق السماء 30 ألف قدم يتصل بي أخ قال لي تعرف وين أنا قال لي 30 ألف قدم فوق سيبيريا وعنده جوال شغال تقوله أنتظر الآن يتصل بي أخ في معمل أو في منجم من مناجم الأرض وشبكة الجوال تعمل ويقول لي أنا تحت الأرض مثلا ب400 متر أو 500 متر أو أنا في قاع المحيط المهم ما ننقطع كرمال الله ما ينقطع عن الواي فاي والثري جي أيها الإخوة الكرام رمضان حمام فلا تدع هذا الكنز يمر بدور أن تغفر ذنوبك أيها الإخوة الكرام كنت أتفكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الثلاث أحاديث التي تختص الصيام وقلت في نفسي لماذا قالها صلى الله عليه وسلم وصدقوني أن شيء في قلبي وقع سأحدثكم به كلكم يحفظ حديث النبي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم بالذنب ثم تأتي القيام يعني النبي عليه الصلاة والسلام تحدث أنه يغفر له لماذا تحدث عن القيام الجواب في كثير من الناس مهتح سنطصوم مريض سكر مريض ربو زلمي معه القلب طيب هذا بيحرم بركات رمضان هذا لا يستطيع الصيام ولكن يستطيع القيام يستطيع القيام لو بيصلي على الأعد لو بيصلي على الكرسي يحصل له من الثواب ما يحصل للصائب من قام رمضان إيمانا نداء لكل من كبرت سنه ولم يستطيع الصوم بركات رمضان ما بتروح لكل إنسان عنده مرض طارئ ولم يستطيع الصوم لكل إنسان صار عنده عذر شرعي عذر الشرعي اللي هو السفر مثلا بالنسبة للإنسان لك أنا مسافر ومحسنت أتى الليل أم صلي أربع ركع من صام رمضان إيمانا واحتسابا طيب تسكرت الصيام لأمر من الأمور من قام رمضان إيم هذا كنز هون الله عز وجل يريدك أنت ولو إنه تعثرت في الحياة بمرض أو بغيره فتح لك باب هل الطلاب تبع البكالوريا مشان يفتحوا لهم باب أنه يأبدعوا يجيبوا علامات بيقلك الإنسان بيحقله مثلا ثلاث مواد أنه مثلا تعثر فيهم أنه يعيدون بعد شهر لعله يعني لعله يبدع لعله يتفوق لعله في المرات الماضية أصابه شيء من أشياء الدنيا فتح لك باب تاني نداء للكبار بالسن وهن بركتنا يلي ما عم تحسين التصوم يلي صار عمره ثمانين وخمسة وسبعين يلي عمره خمسين ومنعه الطبيب مريض سكري وبين هلالين يلي بده يفطر برمضان من يفطر في رمضان لعذر لا تخلي حتى أقرب الناس إليك يعرف أنه أنت مفطر رمضان إليه قدسية رمضان إليه قدسية ونداء لأرباب المهن وخاصة المطاعم رمضان إليه قدسية تفتح لي على الأكل والشرب وتحط لي الطاولات ويقل لك أنه إجا واحد كبير أو مريض هاي مو شغلتنا رمضان إليه قدسية والرزاق هو الله في ناس بيبيعوا مثلا قبل المغرب يشتغلوا بالفول والمسبح وهي هذا يطعم الصائمين ما في مشكلة هادينا عم نبيع عصير ونبيع هي ونحن نحن بالشام هذا لا يجوز في ناس ما فطرين ما بديها الرزقة نحن إذا لم نحترم ديننا لا يحترمون أحد كان أخوانا المسيحيين كرامة للمسلمين لا يأكلون في نهال رمضان أمامهم فوت على بيته ويأكل لكن يحترم الناس نعم أيها الإخوة الكرام وأيضا من كنوز رمضان أنك تطلب العفو من الله والله عز وجل إذا سئل يعطي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما تروي السيدة عائشة قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول وليلة الأدر تجي بمرحلة متقدمة من من الصيام هي بركة مجاهدة النفس أكثر من عشرين يوم لأنه هي تجي ليلة وحدو عشرين أو ثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين أو تسعة وعشرين وكان النبي عليه الصلاة والسلام بده يقول له للناس إمتى ليلة الأدر أم تخاصم رجلان فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قد أتاني ملك من السماء يخبرني بليلة القبر فصعد لأن هؤلاء تخاصم حتى تعرفوا أن المشاكل والتناحر يذهب البركة ويذهب الخير فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان أو في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان أيها الإخوة الكرام الله ينادينا زندك أبوك يا محمد تقول له حاضر يا سعيد حاضر ويا محمود حاضر ويا عبد الله حاضر والله عز وجل إذا كانت أول ليلة من رمضان ينادي جل وعلا يناديكم كلكم يا باغي الخير أقبل فضل ويا باغي الشر أقصر أيها الإخوة الكرام سوف أقول لكم أمرا واحدا لو لم يكن لرمضان إلا هذا الكنز لكفة شايفين هذول اللي حكيت لكم عليه هون هذول حطوهم على جنب إن شاء الله كلهم بركة لكن هذا الكنز أنا في واحد بيجيب كيلو بطاطا خير وبركة وهي أكلة الفقير والغني وفي واحد بيجيب كيلو أنصر ذهب هاي مثل هاي لا شوفوا يا أخواننا الكرام كل يوم برمضان في دعوة مستجابة كل يوم دعوة مستجابة يعني شلوم مستجابة يعني مية في المية تصور أنه أنت هل تقدم طلب لجهة معينة كبيرة هذه الجهة مهما كان طلبك عظيما يجاب يعني أول شيء بتقول بيت بعدين قالوا لهم بتقولهم بني بعدين بيقول لهم عطيني عشر فلل وعشرين سيارة لهم مفتوحة مية في المية مية في المية اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الله يجعلنا أهل يقول صلى الله عليه وسلم إن لله عتقاء إن لله عتقاء في كل يوم وليلة في رمضان كل يوم كل يوم في واحد يعطوا بطاقة خالص شو روح تفيز لك لوين على الجنة فوتي على النار ما في إن لله عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة كل يوم زلك أنا فكرت شو بدي لكم حطوا ثلاثين دعوة منيح ثلاثين دعوة هلأ عندهم هيك حصيون كل يوم ادعي بثلاثين دعوة كل يوم لعله في هذا اليوم أنه تستجاب دعوتك هذه في اليوم الذي يلي تستجاب يعني ما بتطلع من رمضان إلا ثلاثين دعوة الله استجابون وموقع دين معكم بعد رمضان هلأ فيه دكتور بيدق المريم ابري يا كيرتوزون أو مثلا كذا وهي قال له الدكتور ما تحسنت بيقول له راجعني بعد ثلاث أسابيع يبدأ وقتها أو ساوى العملية قال له موجوع قال له حاكيني بعد ثلاثين يوم بس لترتاح ترجع أعضاءك موعدنا معكم في شوال كل إنسان له دعوة مستجابة أنا من رأيي أول دعوة العفو والعافية عافية في دعوة يعني مفصلية دعايت بخيري الدنيا والآخرة دعوة في الجنة مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يعني تألها تكون جامعة مانعة يعني مو يا ربي مرة في أخك قال لي يا ربي سيارة بيجو مية وأربعة زمان يعني شيء عشرين سنة تقول له النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى سله الله عز وجل مرافقة سل الله عز وجل مرافقة النبي في الجنة العفو العافي مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في جنة الخلد رؤية الله في الجنة قرة العين في الأهل والمال والولد أولاد قرة عين وما لا قرة عين كون سند لك ما حدا ينزع منك في المال والأهل والولد وزوجتك تكون قرة عين إليك تابعوا مسيرة الحياة صار فينا ثلاثة شهور عم يطلقوا ستة شهور عم يطلقوا سنة عم يطلقوا ما عم تمتع بحياته يلي جمعوا حطه نقد مقدموا مؤخر رد كمان بعيد الكرة ما عم يتوفق يا رب قرة العين قرة العين يعني غاية السعادة أن يهبك الله عز وجل عمرا مديدا مع الطاعة بل وصل لثمانين وانت بعقلك واسلي الله بدك بيت اطلق بيت واسع ورزق واسع وصحبة الصالحين معناها بنا نعود قبل المغرب بربع ساعة كل يوم وقت الفجر قبل بعشر دقائق نعيدون هدول 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 أحب الأوقات قبل المغرب وقبل الفجر هدول ساعات مباركة ودبر كل صلاة في رمضان يلي بدي أطلق لي رمضان أكل وشرب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رمضان ما هو رمضان النهار رمضان النهار ورمضان الليل وجبت لكم الحديث هي عطية لكبار السن للمريض جبر خاطر وجبر الخاطر الكبير هو ليلة القدر اللي الله يجمعنا فيها على طاعته نحن فايتين على كنز الكنز بده واحد يعرف القيمة اللي بده يروح لعند الجوهرجي إذا أخذنا ولد عمره ثلاث سنين لعن بيع ألماس وجب لك ألماسة حقا خمسين مليار وعطاها للطفل الصغير بعدين شاف شوكولاتاية قدام منه بكبة شو بيأخذ نعرف نحن قيمة الألماس رمضان ألماس كنز لا تتركوا بيوت الله يعني أقل شيء أن نصلي جماعة بالجامع أقل شيء أن نحضر مجالس العلم شاء الله أعددنا ونسأل الله المعين أن يعيننا يعني ثلاث برامج في رمضان برنامج على صلاة الفجر في سلسلة من ثلاثين حلقة اسمها اقتربة الساعة وكأن الآن وقتها كثرة الزلازل والفتن وأن ترى الحفات العرات رعاة الشات يتطاولون في البنيان محور البرنامج ثلاث أشياء أمارات الساعة يعني علامات في منها أتت وذهبت اسمها صغرى مثل المثلين بعثة النبي وموت النبي عليه الصلاة والسلام خلاص هي صغرى في وسطه من بيناتها كثرة الزلازل يعني وقعت وما زالت تقع وهي مستمرة ولكن في علامات اسمها كبرى متى ما ظهرت تأتي مجتمعة ربما بأربعين أو خمسين سنة تنتهي الأرض والله أعلم وأنا لا أعلم ولكن أرهاصات نحن على أبواب علامات الساعة الكبرى دعم اقترب للناس حسابه أسأل الله أن يوفقنا أن نحضر ثلاثين درس وهدول كلهم مجالس العلم بتقربنا في درس على صلاة الظهر بعد الظهر برنامج اسمه استوصوا بالنساء خيرا نساء مو بس مرتاك استوصوا يعني بالأم استوصي يعني بالأخت استوصي يعني بالبنت استوصي يعني بالجدة بالعمة بالخالة هدول كلهم بالنساء والنبي عليه الصلاة والسلام كيف عمل النساء وكأنه هو موجه للرجال فكروا الناس أنه بالنساء نساء تفرح والكلام للرجال وهناك برنامج إن شاء الله بعد الرقعة الثامنة وهو قول الله تعالى هذا حلال وهذا حرام وحاجب لكم أشياء يظنها الناس حلال وهي من الحرام هي من الحرام ولكن هن بيعتقدوا أنه هي حلال وحرام صرف لكن لم يتعمقوا في الدين الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون رمضان مناسبة إنه نرجع للجوامع بيننا وبين جامع الأمو قديش بالسيارة عشر دا بالكيلومتر أقل من ثلاثة كيلومتر كخط نظر عشر دا إلا إذا فاضي الطريق عشر دا برمضان كانوا المشايخ ساداتنا وعلماءنا من الفجر من الفجر للظهر كون مثلا قراءة كتاب الإمام البخاري من الظهر للعصر يقرأوا الموطأ لإبن مالك من العصر لأبل المغرب بنصف ساعة يقرؤون ابن الترمذي أو ابن ماجه كل يوم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تدخل في الأسماع فتسري في القلوب أخلاقه سفره ترحاله لذلك هني ما كان معهن لا لصنص بالشريعة ولا مانجسر ولا دكتوراه ولكن دخلت أنوار الله إلى قلوبهم فصارت تسري في أخلاقهم وأفعالهم وسلوكهم نحن عم نقول لكم تعالوا يعني الدرس نحن ما منطوله ربع ساعة تلت ساعة هيك منوع وإذا الأخ بتسأله إذا ما كنت بمجلس العلم وإيه بتكون يقول لك أنا مشغول شو بدي أحكي لكم لكن الطبيب الجراح إذا عم يشتغل العملية بيأخذ عشر دقائق ويمسك موبايله شو بنا نحكي ما احترامنا لكل المهن القاضي على القوس هو على يمينه الكاتب تبعه وعم يكتب بتلاقي يرجع لجواله نرجع إلى الدنيا القصد الدنيا هون الآخرة إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال مجالس العلم أسأل الله أن يوفقنا نحن عم نقول بعد خمسة أيام رمضان إن أحيانا الله إلى الأسبوع القادم نلكن هذه أول جمعة من رمضان ونتحدث يعني ندخل نكون تاني يوم رمضان ندخل في الحديث عن رمضان وبعدها انتصف رمضان وبعدها أدركوا العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر فيه وآخر خطبة عنوانها أو ما شابه من عنوانها وانقضى رمضان منام منام الله جعلنا من الفائزين جدوا واشتهدوا أقول قولي هذا واستغفر الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة